بسم الله الرحمن الرحيم ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أيها الأحبة في كل يوم هناك دلائل تظهر لتبطل وتضحض فكرة نظرية التطور التي لا تصلح أساسا لأن تكون مجرد فرضية فكيف بمن يقول إنها حقيقة علمية هناك طائر غريب جدا يناقض تماما هذه النظرية سلوك هذا الطائر عجيب إنه يصطاد بطريقة عجيبة جدا دعوني أتأمل معكم هذا الطائر أيها الأحبة يقف على الغصم وينقض عبر الماء مثل السهم وبسرعة هائلة جدا يلتقط الأسماك كيف يحدث ذلك وكيف يساعده حجمه الصغير على هذه التقنية المذهلة جدا يعني البشر عاجزون عن اختراع الجهاز يشبه هذا الطائر بكل التقنيات والتكنولوجيا والتطور انظروا معي بالتصوير البطيء هذا الطائر يرصد حركة الأسماك في الماء لديه أعين قوية جدا ويرى بشكل أفضل من البشر يرى الألوان ويرى داخل الماء أفضل من البشر سبحان الله ثم ينقض كالسهم وبسرعة هائلة يدخل إلى الماء ثم يلتقط السمكة ويخرج بها بكل أرياحية وكل بساطة كغذاء له ولأولاده وسبحان الله يعني يعجب الإنسان كيف لهذا الطائر أن يمتلك هذه التقنية المذهلة لو أن تصميم الجناحين اختلف قليلا لغرق هذا الطائر لو أن أعين هذا الطائر لا تستطيع أن ترى الأسماك داخل الماء لم يتمكن من الاصطياد لو أن هذا الطائر كان حجمه أكبر أو أصغر قليلا لما تمكن من التقاط هذه السمكة بمنقاره القوي جدا والخروج بها خارج الماء بكل بساطة يعني هذا الطائر أيها الأحبة لديه القدرة على السباحة في الماء أو الطيران داخل الماء بنفس التقنية التي يستخدمها في الطيران في الهواء سبحان الله من الذي علمه من الذي هداه إنه الله تعالى الذي قال الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا صدق الله العظيم حتى يتبين لهم أنه الحق